ما يتعلق بالصدقة الجارية هنا سؤال مماثل أيضا من الأخ عبد الله يقول الوالد حفظها الله أعطتني مبلغا وقدره مئة ريال حتى أنفقه صدقة جارية أو صدقة قال فما هو السبيل الأفضل لإنفاق هذا المبلغ علما بأنني أريد أن يكون صدقة جارية هل الأفضل أن أنفقه للمساهمة في بناء مسجد أو مدرسة أو إفطار صائم أو ما هو الوجه المناسب وهل في حالة أنني أردت أن يكون هذا المبلغ معي هل لي أن أعتبره صدقة عني وعن زوجتي وأولادي أم يكون عني فقط حسب السؤال أمه أعطته تمليكا له أو طلبت منه أن يدفع عنها صدقة قال حتى أنفقه صدقة إذن أمه وكلت في أن ينفق هذا المبلغ نعم في هذه الحالة هنا سؤالان نبدأ بالثاني منهما المتصدقة هنا الأم هو وكيل عنها إذن ليس له وفليس له هو أن ينوي به عن نفسه وأهل بيته إن كان يريد ذلك فليخرج من ماله من ماله ونعم هذا إن كنا قد فهمنا السؤال بحسب ما ورد أما إذا كانت قد أعطته تمليكا وهو يريد أن يتصدق فحسن جدا أن ينوي به عن أمه وعن نفسه وعن أهل بيته لا مانع في هذه الحالة حتى نشمل الصور كلها الآن في الوجه الأفضل القاعدة أو الضابط في مثل هذا النوع من المسائل أن ما كان أنفع للناس في ذلك المجتمع في ذلك الوقت فهو أفضل فإن كان في سبيل نشر العلم أو تعليم القرآن لاحتياج المجتمع إلى ذلك فهو أنفع لكن إن وجدت دور العلم ومدارس القرآن ومراكز القرآن الكريم وهناك كفاية منها فحينئذ قد تكون الوجوه الأخرى أفضل إن كان هناك جوعاء وفقراء ومساكين في مجتمعه ولا يجدون سدادا من عيش ولا يجدون من يلتفت إليهم فإن التوجه إليهم أفضل الحاصل أن المفاضلة هنا إنما يكون بحسب النفأ فما كان مدبيا لحاجة في المجتمع وتعظم هذه الحاجة ويقل المنتبهون الملتفتون إليها من غيره فهذه أنفعه أفضل وعليه هو أن يتحرى وجوه البر وصنوف الطاعات هذه ليضع فيها صدقته والله تعالى أعلم أعلم أعلم